الحرص على العلاقات الثنائية والتعاون المشترك سيما إيجاد الفرص لسلام حقيقي في المنطقة رسائل ركز عليها رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجمهورية مصر للمشاركة في المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل من أجل التنمية والمشاركة التي برز فيها خطاب الوطنية العراقية قدم الحكيم فيه صورة عن العراق الحديث ونتاج ما خرجت منه البلاد من انتخابات محلية حافظ فيها على الديمقراطية وانتجت حكومة عملت على إيجاد رؤية مدروسة لتحقيق الخدمات ولكي يكون للعراق سفرائه الذين يعملون على استقطاب الفرص الحكيم قدم دعوته للاستثمار في مجالات خدمية وتنموية ليؤكد حقيقة ثابتة أمام جميع الأشقاء في المنتدى انتقال البلاد من مرحلة التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية إلى التحديات الخدمية ومن منطلق الحرص العربي المشترك على إيجاد حل عادل للفلسطينيين والدعوة إلى وقف الحرب على غزة ترسخ مفهوم الرسالة العراقية التي نجحت البلاد من خلالها بالنأي عن الاستفافات الإقليمية إلى جانب استعراض ما تحقق في حكومة السوداني بخطط تواجه توقف عجلة التنمية التي عاناها العراق فيما مضى وهو ما أكد الحكيم أنه ساهم باستعادة جزء اقتصادي وأمن غذائي وقفزة واضحة في البنى التحتية نتائجه لم تتحقق إلا بعد أن هزم العراق أعد التنظيمات الإرهابية وهو ما أراد الحكيم أن يقدمها كقاعدة أساس لكل دول المنطقة مفادها أن نبذ العنف يؤدي لاستقرار وازدهار حتميين